تعالى على أمر ما حصل النهاردة من زميلنا العزيز حسام حداد اللي حصل النهاردة كان ليه تبعات أو لمجموعة من القرارات نتيجة اللي جر يعني على سبيل المثال للحصر قررت الهيئة الوطنية للإعلام حالة الزميل المديع حسام حداد للتحقيق وإقافوا عن العمل لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على شاشة القناة الأولى بالمناسبة لأنا بقوله ده مش كلامي أنا ده كلام الهيئة الوطنية للإعلام في بيانها الرسمي أكمل لكم البيان وتؤكد الوطنية للإعلام أنها تقف على مسافة واحدة من كافة الأندية المصرية وتتعامل بحيادية تامة وأن كافة الأندية الرياضية المصرية لها كل التقدير والاحترام ونتمنى لها التوفيق والنجاح في تحقيق الإنجازات التي تضاف لرصيد الرياضة المصرية طيب على نفس الصعيد وعلى نفس ذات السياق أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التزام كافة برامجها وقنوتها بالكود الرياضي المعلن والذي يدعم المنتخبات المصرية وينبدو التعصب ويدعم استقرار النشاط الرياضي في مصر طبعا ده حصل في سياق تأييد المتحدة لقرار الهيئة الوطنية للإعلام باتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية وإيقاف المذيع حسام حداد نتيجة ما جاء على لسانه في سياق برنامج صباح الخير يا مصر مما كان له أثر سلبي على جماهير الكرة المصرية وأكدت المتحدة للخدمات الإعلامية أنها ستعمل دوما بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام وكافة الجهات المعنية على تطوير ما يقدمه الإعلام المصري للمشاهد ودوام الاتزان لتحقيق غرض الرسالة الإعلامية بكده ينتهي البيانين